عصبية للغاية عمرك سمعت من فاطيمة كلمة تسيق إليك في لحظة غضب تعرف النساء في لحظة الغضب يقال علميا إن الهرمونات بتعمل تأثير وتأثير كبير واللي يكبر دماغه هو اللي يدرك إنه مرحلة الغضب عند المرأة ليست على طول إنه ممكن بعد شوية تهدأ أحد صدقني حضرتك 100-100 صدقك إنها ما حصلتش غير مرة واحدة وكان عندها حق مرة واحدة في حياتنا دي كلها لإني كنت عايز أخد فلوس مش بتاعتي مش سرقة لكن فلوس الفرقة فرقة الفرقم تمام علشان أصرفها في سبب شخصي كلمة اللي قالتها لي لو لمست الفلوس دي حسيب لك البيت ويمشي وعمرها ما قالتها لي قبل كده وعمرها ما قالتها لي بعد كده وعمرها ما قالتلي كلمة لا تدايقني ولا تجرحني ولا توجعني تسمح لي أخرج من جنينة الزكريات أوش مين أكتر حد في الفنانات بيهتم بالنبات إنت تعرفه يعني معلومات ما نعرفهاش في الفنانات آه إنت تحس إن حد من الفنانات يعني عنده جنينة بيهتم بيها يعني أنا أحس إن مثلا الليلة علوي بتحب الورد ليلة علوي بتحب الورد آه بتحبه بيحبه يعني يعني يوم أحبك بلاها هدية حلوة الورد الورد طيب إنت على قبر من من فناني مصر العزام تضع باقة ورد أنا عملتها فعلا يعني؟ لا افتراضا لا كتير قول لي إنت تعتقد مين؟ أحب أعرف يعني منهجك أو رؤيتك اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ لأني لا أستطيع النوم بتاتا مقدرش أنام يعني مقدرش إن أنا يعنيك تنعس عناية تنعس من غير فيلم اسماعيل ياسين مهما كانت الظروف تتفرج على فيلم اسماعيل ياسين لازم لتضحك في المشاء ما بضحكش باسمع صوته يعني بطلت أضحك لدي تفرجت على الفين مثلا متاع 200-300 مرة خلاص يعني ها تمام يعني حافظه لكن لازم أبقى سامع صوته لازم صوته بقى فودنك بيعمل لك نوم يعمل لك استرخاء يعمل الجفون تخش على بعضها تقابل بعضها أه والله العظيم واللهي واللهي زي ما بقول الحلقة كده أستاذ موفي قول لي هو أنت الشوك اللي في الورد يأثر فيك؟ علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد هل أنت الشوك اللي في الورد تتقبله ببساطة؟ اه أول حاليك ليه؟ لأن أنا أنا راجل عادي يعني راجل الراجل تمالي بيحب معرفش اخي احنا صنف غريب قوي بيني وبنحرطك يعني تفضل أفصح يعني بنحب الحاجة الصعبة ما بنحبش الحاجة السهلة يعني لو الورد ده ما كانش فيه شوك أعتقد أنه كان حيفقد صحره حلو حلو أول معنى ده اه يعني أنت بتعتبر أنه وربما أيضا الوردة بتدفع عن نفسها ويمكن بتدفع عن نفسها ولعل المرأة في الحياة ممكن جدا مخالبها دفاعا عن نفسها طبعا في أغلبية الوقت تبقى كده وفي بعض الأحيان يقال أن كعب الهزاء بتاع الست الطالون العالي ده في لحظة التحرش دفاعا عن نفسها طبعا ولا أنا غلطان الألمونيا بتوقع الألمونيا طبعا فوق الدماغ بتعمل بلوة ويستحق المتحرش طبعا مثل هذا العقاب طبعا طبعا فيما أنت يعني بتتفق أو تختلف مع شقيقاتك هل أنتو تقريبا عجينة واحدة أو طامي واحد الحمد لله وإلى يومنا هذا والغاية ما كلنا كبر وبقى عنده أولاد شوف هقول لها حالك على حاجة الله أكبر يعني الشر بره وبيده يبعد عننا الحسد أنا ما شفتش هو أنت بتخاف من الحسد جدا 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 وبؤمن بيه يوم الشر حسد إن إذا حسد تمام يعني ما فيهاش الظهار يعني حررتك تمام إحنا يعني أنا ما شفتش إخوات مرتبطين ببعض للدرجة دي ما شفتش صح ده صحيح ده حقيقي أدبيا وفنيا سيبك من فنيا وإنسانيا فنيا خدت 12 سنة من عمرنا صحيح صحيح لكن دلوقتي أنا في الستينات في بعض منهم مش عايز أقول في الكام يعني لكن نعم كبرنا إلى يومنا هذا إحنا مرتبطين ببعض وإلى يومنا هذا بنسأل على بعض وإلى يومنا هذا نفس الإحساس والشعور والاهتمام اللي بينخ مننا أو يعرج الباقي بيشيله وهكذا يعني ما يعني فيه كما يسمى في علم الاجتماع فيه تكافر اجتماعي في العيلة ده حقيقي مع بعضي ده حقيقي إنت حاسس إنك راجل مشهور لأ إزاي قول لي والله العظيم لأ أنا مصدق أنت بتحلف ليه؟ أنا مصدقك لأ أصل دي حاجة يعني أنا بعتبر نفسي منخولي أعرفيها إزاي؟ أقول لي حالك إزاي؟ يعني أنا مثلا لا أجد حرك بالمرة إن أنا مثلا 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 فضل في مدان المنشية آه في اسكندرية في اسكندرية آه أجي نازل في الشارع علشان أشتري مروحة وأرجع تاني أركب العربية طبعا ما ببقاش مقدر أبدا أبدا النتائج الوخيمة اللي تنزل علي من لما بنزل من العربية والناس بتشوفني طبعا لكن إن أنا بعامل الناس مثلا على إني مشهور بعامل آه عما عبدو على إني مشهور بعامل قول لي المشهورين بيعاملوا إزاي الناس إديني إديني فكرة وإنت طبعا عارف وشفت اخي دهكت ليه دهكت ليه دهكت ليه لأ أصلا بشوف أنا بشوفه أنا بشوفه ما استعجبه رسزمه فيه إنه اللي هما يعني جاي من كوكب تاني ما تفهم معمول من طينة تانية أو وصح يكون مستنشق كل الأكسجين مثلا اللي في الحياة مش كده والباقي التاني والناس التانية تختنق يعني الباقي من دونه يعني هو أعلى بالناس شوف أنا أنا باحترم الفنان جدا وباعتبر إنه ربنا مديله عطية نعم مش موجودة عند أغلب ايت أو أو جزء كبير جدا من الناس بس دي حاجة وكونه إنسان عادي جدا ربنا مديله العطية دي زي ما ربنا بيدي عطية إنه واحد يكون بيعرف يرسم زي ما كنوا واحد بيعرف بيزنسمان شاطر هل الشخص اللي حاسس بالشهرة ده ياخد من حجم الكرسي بتاعه أكتر من لازم؟ حركته الجسدية تبقى أكتر من لازم؟ أنا بشوف النقعة بتشوف في أغلبية يعني في أغلبية الناس المشهورين قوي أو في جزء كبير منهم بلاش أقول أغلبية أنا بيعجبني تعبير جميل جدا للكاتبة المبدعة غدا السمان لما تقول عن الطيب الصالح انت عارف الطيب الصالح؟ طبعا قعد أدباء السودان الأعظام يعني تقول أنه يملك تواضع العجب شوف شوف العبارة مين في رأيك فنانين في مصر يملكوا تواضع العجب؟ لا فيه كتير قولي أمثلة لناس أول ما تقول لي اسمك كده هفكر في أقل من ثانية أقولك أه يسرى يسرى تملك تواضع العجب صحيح فهم أزرى نعم تمام محمود قبيل صحيح محمود قبيل أقولك من الصغرين أقول تامر حسني بص بالرغم من كل تامر حسني أعترض لا يملك تواضع العجب الله أبدا يملك تواضع لكن ليس العجب ما استواضع العجب أه حالك عايز تواضع العجب يعني شوف العجب داية يدس عليه يعني 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 هو أخضر وجميل أيوه هو لسه يعني وطبعا من حقه أنا فهمت من حق شاب صغير في الفن أنه يستشعر نفسه هي دي اللي هو أنه لسه شاب ولسه صغير